اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاغ اسأل الدك كلنا شفنا صورة دون ساليمون الرئيس التنفيذي لشركة ميستر اوليمبيا اللي هما بينظموا بطولة ميستر اوليمبيا مع كاي جرين ابتدت التكهونات تظهر ان كاي جرين هياخد سباشل انفتيشن علشان يشارك في بطولة ميستر اوليمبيا عشرين واحد وعشرين قبل ما ناقش معاكم موضوع هل هو يستحق سباشل انفتيشن ام لا وايه الاسباب اللي ممكن تخلي الشركة المنظمة وجهتله هذه الدعوة الخاصة خلينا اول نرجع الارقام والنتائج اللي كان احرازها كاي جرين اخر اربع مرات كاي جرين شارك فيها في بطولة ميستر اوليمبيا كان سنة 2011 لما عمل مركز ثالث 2012 عمل مركز تاني 2013 عمل مركز تاني 2014 عمل مركز تاني وآخر تلات مرات دولت كان احراز المركز التاني خلف اللي هو في الهيث وسنة 2014 بالتحديد دي كان تحاضر في المؤتمر الصحفي لبطولة ميستر اوليمبيا بشخصي وشفت الخناء اللي كانت بينه او المشادة الكلامية اللي كانت بينه وبين في الهيث واللي اتوارد بعد كده على المسرح زي ما كلنا شفنا بعد 2014 لم يشارك في بطولة ميستر اوليمبيا ولكنه احرز هاتريك في ارنولد كلاسيك 2016 في اوهايو كسب ارنولد كلاسيك في اوهايو 2016 وارنولد كلاسيك استريليا 2016 وارنولد كلاسيك برازيل 2016 وبناء على النتائج دي وعشان هو ما كانش شارك في الفين وخمستاشر في بطولة ميستر اوليمبيا قررت ساعتها قرر ساعتها المنظمين ان هما يوجهوله عشان يشارك في بطولة ميستر اوليمبيا الفين وسبعتاشر وهو ما راحش ساعتها وتم تكرار هذه الدعوة في الفين وتسعتاشر عشان يشارك في هذه البطولة واحنا كلنا كنا عارفين ان في بطولة الفين وتسعتاشر ما كانش فيها شان رودن عشان القضية اللي منعيته من المشاركة في بطولة ميستر اوليمبيا بعد اللقب اللي احرازه في الفين وتمنتاشر يعني هو اتوجهت له الدعوة الخاصة في الفين وسبعتاشر وفي الفين وتسعتاشر وجايين دلوقتي كمان في عشرين واحد وعشرين عايزين يوجهوله الدعوة الخاصة انا شايف ان دي حركة تسويقية بحتة علشان كاي جرين دلوقتي عنده خمسة واربعين سنة وده مش الخطوة الوحيدة اللي هما هيحاولوا يعملوها علشان بطولة ميستر اوليمبيا عشرين واحد وعشرين تنجح لأ هما كمان هيحاولوا انه يرفعوا او يشوفوا تصريفها علشان شان رودن يشارك في بطولة ميستر اوليمبيا عشرين واحد وعشرين وانا شايف من وجهة نظري وما زلت عند رأيي ان القضية بتاعته ليه قضية الاختصاب اللي منعيته من المشاركة في بطولة ميستر اوليمبيا عشرين تسعتاشر بعد لما كسب اللقب في عشرين تمنتاشر دي قضية ملفقة وقلت له الكلام ده لما تقابلنا في الدينر بتاع بطولة ميستر اوليمبيا سنة عشرين تسعتاشر يبقى المنظمين ماشيين على جهتين مختلفتين لجذب الجمهور وعلشان الناس تتفرج وتعمل انه هما يعملوا انه يخش بطولة ميستر اوليمبيا عشرين واحد وعشرين ويحاولوا انه هما يرجعوا شون رودن للمنافسة وده موضوع مفروض يكون سهل نسبيا علشان الشركة الملكة للعلامة التجارية بتاعت ميستر اوليمبيا اتغير من اه امريكن ميديا ل اه جيك وود و وينجز اوف سترنجز وهتلاقوا حلقة منتكلم فيها عن الموضوع ده بالتفصيل طيب لو الاتنين دولة تشاركوا في البطولة مين اللي هيكون موجود في اللاين اوب يعني مين اللي هيكون موجود على المسرح طبعا البطل بتاعنا بيج رامي الحائز على اللقب عشرين عشرين بطولة ميستر اوليمبيا شون رودن حائز اللقب بطولة ميستر اوليمبيا عشرين تمنتاشر براندن كاري حائز اللقب عشرين تسعتاشر كاي جرين فيل هيث ذي جيفت لهو قرر الاستمرار في المنافسة حتى الان مفيش نفي رسمي وذي جيفت مع سبع القاب هادي شوبان فلاكس لويس اللي كان مفروض ان هو يشارك السنة اللي فاتت بس الاصابة منعته ودي هتكون اول مشاركة له في الفئة المفتوحة فلاكس لويس حمل اللقب سبع مرات لفئة متين واتناشر عاكيم ويليمز وانا شايف ان الراجل ده عنده لسه قدامه آآ سكة نجاح ومبشرة جدا ويليام بونك ورالي وينكلر طبعا مش هيكون في داكستر جاكسن علشان السنة اللي فاتت كانت اخر سنة له على مصرح بطولة مستر اولمبيا عايزكوا تتخيلوا معايا اذا كان المصرح هيكون بالاسماء الكبيرة دي المنافسة هتبع عاملة ازاي انا عايز اعرف رأيكم في الكومنتز هل كاي جرين يستحق انه ياخد دعوة خاصة ولا ده ممكن انه يقلل من قيمة المنظمين اللي هما هيوجهوه للمرة التالتة نستني بتاعتكو يا ليه تعملوا اشتراك في قناة اليوتيوب بتاعتنا وتدوسوا على الزرار بتاع التنبيهات وتعملوا لايك وشارل الفيديوهات نلتقي قريبا في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسالتدوك